موسيقى يحنى 14-15 المسيح بيقول الكلام ده بيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصياي وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكس معكم إلى الأبد فبيقول المسيح مين هو المعزدة فبيقول بعد كده روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكس معكم ويكون فيكم ويحط المسيح جملة مهمة بيقول إيه لا أترككم لا أترككم لا أترككم يا تامة إني آتي إليكم بعد قليل ليراني العالم أيضا وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم فيي وأنا فيكم الذي عنده وصياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي وصية محفوظة لنا كمان وصية محفوظة لنا بوليس بيقول الكلام ده بيقول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلقوا بالروح وصية كتابية الرب بيعلمنا أن إحنا نعيشها في الكنيسة أن كل مؤمن في كنيسة الرب مدعو أنه يمتلق بالروح القدس دعوة من الرب أنه بعد إيمانك لأنه فيه الناس بتخلط ما بين سكن الروح القدس في حياتها وما بين الامتلاء بالروح القدس في الوقت اللي أنا بأبل فيه المسيح مخلص شخصي لحياتي الروح القدس بيعمل إيه؟ بيسكن فيها أم لستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله مالو وروح الله ساكن فيكم طب بعد حدوث السكنة ده فيه امتياز تاني للمؤمنين لكل واحد عضو في جسد المسيح إيه الامتياز ده؟ متاح ليا كمؤمن أن أنا أمتلق من الروح القدس عشان كده بوليس بيقول لا تذكروا بالخمر بل امتلقوا بالروح وصية كتابية أن إحنا ككنيسة للرب أن إحنا نمتلق بالروح بس عندي سؤال عشان نصح صح شوية حد فاكر إيه الفرق ما بين عمل الروح القدس ودوره في العهد القديم وعمل الروح القدس ودوره في العهد الجديد حد يفتكر؟ إيه الفرق بنروح القدس في العهد القديم والعهد الجديد؟ حد يعرف؟ كان لشخص واحد صار للكل إيه تاني؟ في العهد القديم إيه الفرق؟ برافو جميل إيه تاني؟ برافو نقدر نقول إن في العهد القديم الروح القدس كان دوره إنه بيروح لشخص معين لمهمة معينة لتنفيذ شيء معين يحل الروح القدس وبعد كده يفارق حل الروح الرب على ناس كتير حد يفتكر مين في العهد القديم الروح القدس حل؟ شاول مين تاني؟ شمشون جدعون طب في العهد الجديد الروح القدس مالو؟ إيه الفرق بقى؟ في العهد الجديد مالو؟ كويس سؤال يبقى نقدر نقول إن دور الروح القدس في العهد القديم أكبر وأعظم ولا في العهد الجديد؟ في العهد الجديد دور وعمل الروح القدس إنه ساكن في كنيسة الرب ساكن في المؤمنين طيب سؤال تاني برضو هقول لحضراتكو آية وقلولي تفسيرها إيه؟ في صفر القضاء إصحاح 6 الكتاب بيقول عن جدعون بصوا الآن دي بتقول إيه؟ اللي هو في العهد القديم اللي كان الروح القدس يحل ويفارق يحل لأداء مهمة ويفارق بصوا الكتاب بيقول ولبسة بصوا الآية بتقول ولبسة روح الرب جدعون طيب السؤال هو لو أنا عندي أميس وشخص أو عندي جاكت وعندي شخص طبق الصورة دي على الآية مين في الآية دي الجاكت أو اللبس أو الأميس ومين الشخص؟ ولبسة روح الرب جدعون ها ها انتو نمتو ولبسة تمام؟ ولبسة بصوا الآية بتقول إيه؟ ولبسة روح الرب مين؟ جدعون في الآية دي بيقول لي إنه الشخص كان مين اللي لابس؟ روح الرب هو الشخص لكن مين كان الجاكت؟ مين كان الأميس؟ هو كان جدعون إن كان الروح القدس ركزوا معايا إن كان الروح القدس نجح أو خلينا أقولها بصورة تانية في شخص نجح إنه يخلي روح الله هو اللي يحتل كيانه بلاش يحتل أو ياخد المكانة في كيانه بالكامل لدرجة إنه الشخص ده كان قدام الناس هو عبارة عن الروح القدس بس الروح القدس بس الرداء هو جدعون فما بالك الحال في كنيسة الرب في العهد الجديد يستطيع الرب يقدر الرب في الكنيسة بتاعته إنه الروح القدس ياخد مكان في حياة كل واحد فيهنا عشان كده في البداية عايز أقول إنه كل المؤمنين بيسكن فيهم الروح القدس لكن مش كل المؤمنين ليس كل المؤمنين ممتلئين من الروح القدس ليه لأنه الامتلاء ببساطة هو إنه حضرتك بتعطي مساحة ومجال لروح الله إنه يمتلك حياتك إن كان في العهد القديم اللي الروح القدس فيه حل ويفارق فيه واحد اسمه جدعون الكتاب بيقول إنه لبس روح الرب جدعون فكم يكون الحال لنا كمؤمنين في الكنيسة النهاردة إن الروح القدس عايز يملانا ياخد مكانه فينا يسيطر على حياة كل واحد فينا عند الرب استعداد إنه يعمل في حياتنا كده عند الرب استعداد إنه لأنه دي وصية كتبية بس السؤال هل أنا بأتيح المجال للروح القدس إنه يمتلكني؟ هل أنا بأتيح الفرصة للروح القدس في مصر في الأنهار أو في الأماكن اللي فيها ترع أو أنهار بيجي وقت كده تلاقي منسوب المية انخفض في وقت إن الوقات منسوب المية انخفض أول ما منسوب المية ينخفض تفاجأ تلاقي إنه في شوية كده زي حشرات ومنظر كده مخيف على شواطئ النهر ده أو على شواطئ الترعة دي لكن أول ما المنسوب بتاع المية دي يرتفع عارفين إيه اللي بيحصل؟ المناظر السيئة والحشرات والمناظر اللي مش مريحة دي بيحصل لها إيه؟ بتختفي يقدر الرب يعمل في حياتنا كده يملينا عشان الوقت ولأنه المنضوع الكبير عمل الروح القدس ودور وتأثيره في حياتنا كمؤمنين أنا هشارك بس حضراتكو بحاجة زي يسموها مفعيل أو دور أو تشبهات الروح القدس في حياتنا ليه إحنا بنحتاج لملء الروح القدس لماذا نحتاج لملء الروح القدس؟ هاخدها بس من نحية تشبهات أو مفعيل الروح القدس في حوالي سبع تشبهات للروح القدس في الكتاب هقولهم بسرعة ونصلا في يوحان 14 الكتاب بيشبه المسيح نفسه بيشبه الروح القدس بإيه؟ حد فاكر؟ يوحان 14 اللي إحنا قرناه المسيح بيقول إن كنتم تحبوني احفظوا وصيائي لأن أنا همشي وأرسل ليكم شخص اسمه المعزي المعزي والمسيح يقول إنه أرسل ليكم أنا معزيا آخر كلمة آخر بالمناسبة معناها من نفس النوع المسيح بيقول أنا هأرسل ليكم شخص من نفس النوع الشخص ده وجوده في حياتكو هيمنع عنكم أن أنتو تعيشوا حياة اليوت تاني المسيح بيقول لا أترككم يا تاما ما تخافوش ليه يا رب لا تتركنا يا تاما لأن أنا هأرسل ليكم المعزي اللي هيحميك كمؤمن إنك تعيش يتيم أقول بس كلمة معزي باختصار معناها لها كذا معنى يعني سيقولوا المعزي معناها المعين المعين أو المريح أو شخص مدعو أو عنده استعداد أنه يقف بجواري يجي أزرني ليه يا جماعة؟ لأنه باختصار بيقولوا أنه فيه ناس كتير أهملت دور الروح القدس في حياتها كمؤمنين لأنه عنهم اتحطت إما على المواهب بس فقالوا أنه أهم حاجة في الروح القدس هي المواهب والإظهار وفيه ناس نسي التأثير وعمل الروح القدس لأنه قالوا خلاص خلينا بعيد عن الموضوع ده والروح القدس مالوش دور في الكنيسة غير أنه موجود موجود الروح القدس موجود لكن يا جماعة فيه دور للروح القدس دور خفي الرب عايز يعمله في حياتنا كمؤمنين دور عميق داخلي ليه؟ ليه إحنا محتاجين للدور ده؟ لأنه باختصار كل واحد فينا لو ما سمعش صوت الروح القدس في حياته لو ما سمعش دور الشخص المدعو ليقف بجواره أو المعزي أو المعين أو المريح هيسمع من العالم هيسمع من العالم كل ما هو محزن ومحبط ومفشل هسألكوا سؤال كم حد شاعر معايا في خلال الكام شهر اللي فاتوا وأنه كانت كان وقت صعب وتحديات وضغوط في الحياة الشخصية في حد حس الإحساس ده؟ ألا أنا شخصيا كان بالنسبة لي وقت صعب لو أنا ما سمعتش صوت المعزي الصوت الداخلي العميق اللي جوايا هسمع من العالم كل ما هو محبط مرة داود هو بيتكلم عن الكلام بتاع الناس بيقول إيه إحنا هنسمع من بعض إيه فكذا مرة يقول كلمة كسرون يا قلون حد فاكر آية بدايتها كسرون يا قلون فقال داود مرة في مزمور تلاتة أو مزمور ربعة قال كسرون يا قلون من يرينا خيرا الناس برا هتقول لنا كده يا جماعة إحنا محتاجين المعزي لأنه لو ما سمعناش صوت الروح القدس فينا لو ما سمعناش الصوت العميق الداخلي اللي في أعمقنا هنسمع من العالم كل ما هو محبط كل ما هو مخيف كل ما هو مرعب كسرون يا قلون في ناس تاني هتقول إيه كسرون يا قلون اهربوا إلى جبالكم كعصفور اهرب خليك خائف خليك عايش باستمرار بالطراب وخوف وقلق المعزي واحد عنده استعداد يدخل لأعماق حياتي ويقول لي بصوت عميق داخلي صوت عميق داخلي أنا معاك أنا في صفك داود هو بيتوب عن الخطيئة بتاعته فاكرين ما كانش بيدور على تشجيع الناس في مزمور 51 داود كان بيدور على صوت عميق حاجة داخلية فبيقول للرب إيه بصوا كده في مزمور 51 الآية دي مهمة جدا في مزمور 51 وهو بيتوب عن الخطيئة بيقول بيقول له يا رب أسمعني فاكرين الآية دي أسمعني سرورا وإيه وفرحا فإيه اللي يحصل فتبتهج عظام صح قطاع أنا مش محتاج من الناس اللي برا أن أسمع صوت يشيع أنا مش محتاج أسمع تشجيع الناس ولا محتاج أسمع تأييد الآخرين ما تخافش يا داود أنت لو تبت الرب هيقبالك أنا محتاج ده من إخوتي بس أنا كمان محتاج أنه الرب يقولها النفس يعملها في حياتي أسمعني سرورا وفرحا سمعني صوت داخلي المعز يعمل في حياتي كده مرة داود في مزمور 35 قال له يا رب قل لنفسي بصوا قل لنفسي خلاصك أنا يا جماعة الروح القدس عمل الداخلي مهم جدا لحياة كل واحد فينا إحنا مدعوين للامتلاء لأن المعزي مدعو ليقف بجوغار كل واحد فينا المعزي شخص الروح القدس عنده استعلاد يخترق صفوف الحياة يخترق تحديات حياة ويقول لي أنا في صفك أنا معاك لكن أقول لحضراتكم تشبيه تاني بسرعة إحنا قلنا أول تشبيه المعزي تاني تشبيه عن الروح القدس إحنا محتاجين للامتلاء لأن الروح القدس عمل زي الميا بصوا كده في يحنى 7 يحنى 7-37 الكتاب يقول في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي كما قال الكتاب إيه اللي هيحصل ها تجري من بطنه بصوا هنا يقول إيه تجري من فين من الخارج ولا من بطنه عمل الروح القدس في الملء عمل عميق وداخلي كلنا محتاجين له لو ما سمعتش للعمل ده لو ما طلبتوش في حياتك هتسمع من برّ كسرون يقلون فبيقول إيه تجري من بطنه أنهار ماء حي وبعد كده يقول قال هذا عن عن الروح الذي كان المؤمنين أو المؤمنون به مزمعون أن يقبلوه هنا الروح القدس مشبه بإيه يا جماعة ها الروح القدس هو الماء الماء الحي سؤال إمتى المية بيباليها دور لو أنا هنا عندي النينة مية قيمتها بالنسبالي بتحصل بستفيد بيها إمتى وأنا طيب لو أنا مش عطشان المية دي لها لازمة ما لهاش لازمة ما لهاش لازمة الروح القدس زي المية لكنه يحتاج إلى أن أنا يكون عطشان عاش كده الكتاب في أشعية واحد وخمسة وخمسين يقول إيه أيها العطاش ملكه تعالوا تعالوا هلموا جميعا لو أنت عطشان المسيح بيقول في الدعوة بتاعته هنا بيقول إيه إن عطشة أحد هيعمل إيه يقبل إلي أنت عطشان أنت عطشان لملء الروح القدس أنت عندك عطش أن الروح القدس يملأ حياتك ياخد مكان في حياتك كنت بتكلم مع ماريو في قصة كده عن واحدة كانت بتقول له يا رب أنا نفسي تملاني بالروح القدس نفسي أمتلأ بالروح القدس بس هي مش مديها مكان للرب فبتقول بعد صراع بعد صراع في حتة أن أنا عندي تحديات وعندي مشاكل وعندي 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 قالت أنا حسيت أني كأنني حط الرب حط الرب في غرفة من غرف القلب وبقول له بص يا رب خليك هنا ما تتحركش بره المكان ده فجوم أعداء حاولوا يقتحموا البيت فها دخلت لرب قالت له أنت أنت ليه مطلعتش بره القوضة قال لها أنت لما تبتنيش المجال أنه نطلع يا جماعة أنت عطشان أنت عطشان أن روح القدس يروي حياتك أنت عطشان في ناس العطش بتاحها كأنه يقول للرب بص يا رب أنا عطشان ليك بس هشرب بعد سبوع ينفع 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 أكون عطشان بس هشرب بعد كام يوم أنا عطشان أنا معنديش مشكلة في حطة العطش أنا فعلا عطشان بس هشرب بعد شوية عشان أن الرب يخلي مثلا يعني واحد في الكتاب زي يعقوب فاكرين يعقوب لما كان هربان من بيت أبو كان هربان من بيت أبو عشان عمل إيه عمل إيه لأبو أخوه مين فاكر خد عبوه وعمل إيه لأخوه خد منه إيه وهو هربان وهو في البرية وهو رايح لبيت خاله حلم بحلم تكرييني الحلم كان إيه سلم منصوب والرب عمال يتكلم ليه بيقول له يا يعقوب أنت عطشان أنت عطشان لي أنت عطشان أن أنت تتقرب مني وتاخد حاجة جديدة مني مستوى عطش يعقوب قال له بص يا رب لو أنت تدتني بركة لو أنت سددت احتياجي لو أنت تدتني لبس لو أنت اهتمت بي هابني بيك مسبح وتكون أنت إلهي شايفين مستوى العطش هتديني هعمل إيه معاك همش معاك لكن لو أنت معملتش في حياتي كده خلاص خلاص عشان الرب يخلي يعقوب يشعر بالعطش الموضوع استغرق من الرب حوالي عشرين سنة أو من يعقوب كمان عشرين سنة فاكرين اشتغل كم سنة عشان يتجوز رحيل سبعة لي أو سبعة وسبعة عشان نفسه وهو راجع بيقول إيه بيقول أنا 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 جشين أنا راجع معي أولادي عشان الرب يخلي يعقوب عشان الرب يخلي يعقوب يشعر بالعطش خلف وقف يوم من الأيام وهم راجعين وهو راجع بكل الجشين الكبار اللي كانوا معاه دون الرب خلا يفضل وحده وقال له هيا يعقوب اليوم ده في اليوم ده في تكويني 32 فاكرين الكتاب لما يقول صارعه إنسان حتى طلوع الفجر في اليوم ده يعقوب شعر شعور حقيقي بالعطش فقال للرب إيه لن أطلقك إيه أنا عند العطش ده أنا عند العطش ده روح القدس معزي لكن روح القدس مية بس المية ليس لها قيمة لو أنا مش عشان لو أنا ما عنديش عطش المية مش هتملقيني المية مش هتخترق حياتي أنا عشان في ملوك الثاني أربعة الكتاب يقول إنه صرخت امرأة من بنو الأنبياء إلى إليش وقالت له بص أنا ما عنديش حل تاني غيرك عبدك زوجي كان خاف الله وأنا وأنا عندي ولدين والمرابة هيجي أخدهم أنا ما عنديش حل غيرك هل أنا بتعامل مع الرب مع الروح القدس بإنه أنا عشان ليك وما عنديش رجاء تاني غيرك إنك أنت تشبع العطش اللي في حياتي يا جماعة في أجزاء في حياتنا تحتاج إن الروح القدس يملاها تحتاج إن الروح القدس يرويها في جوع في احتياجات في احتياجات نفسية طيب عشان الوقت إحنا قلنا الروح القدس هو واحد كان إيه نمتو ألا صحيحين الروح القدس هو معزي اتنين الروح القدس هو أنا بعد ما خلص هسأل عن السبعة بالمناسبة طيب الروح القدس هو المية لكن رقم ثلاثة الروح القدس هو في يحنى برضو يحنى ثلاثة الروح القدس هو الريح بصوك ده يحنى ثلاثة المسيح كان بيتكلم مع مين في يحنى ثلاثة مين فاكر؟ مع نوكوديموس نوكوديموس معلم لليهود بيقول له يا رب اعمل ايه عشان ارس الحال الابدية قال له نبغي ان تولد من فوق بعدها بشوية كده فرح نوكوديموس قال له يعني اولد من فوق ان انا ادخل بطن امي وتولد مرة تاني قال له لا فرح الرب بيقول له ايه؟ على فكرة في اليوناني الريح والروح كلمة واحدة في اللغة اليونانية اللي تكتب بيها العهد الجديد الريح والروح كلمة واحدة بصوا كده في عدد تمانية الكتاب بيقول في يحنى ثلاثة المسيح بيقول الكلام ده الريح تهب حيث تشاء وايه تانيه؟ وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من اين تأتي ولا الى اين تذهب هكذا كل من ولد من الريح الريح عبارة عن اندفاع هوا شديد بينتقل من مكان لمكان الريح بتبقى حاجة سماوية تقص الريح محدش بيشوف الريح خفية سماوية وخفية وانت مش عارف مصدرها بالظبط جاي منين المسيح بيقول لنقدموس الكلام ده الريح تهب حيث تشاء وكأنه ده خبر حلو لنقدموس بيقول ليا نقدموس هو انت مش فاهم طب بص انا هقول لك خبر مشجع ايه الخبر ايه الخبر المشجع اللي انت هتقولهول يا رب قال له باختصار الريح تهب حيث تشاء الريح اندفع هوا شديد جاي من مكان لمكان فمثلا لو في رياح جاية من شبه الجزيرة العربية سخنة ومحملة بالأتربة بتعمل ايه في الطقس هنا ها بتعمل ايه يا اخوة تخلي الطقس ماله مطرب وفي نفس الوقت ماله شوب طب لو الرياح دي جاية من أوروبا ومحملة بالرطوبة وجميلة كده تخلي الطقس ماله يبقى الطقس جميل كده ومكيف وحلو الروح القدس كده ايه الخبر المشجع لنا؟ الروح القدس هو الريح في ناس في اللي حاضرين وانا معاكم كلنا مع بعض مرات بنضع حياتنا في طقس غلط في مناخ خاطئ مناخ أضح حياتي في مناخ محزن وكأن الرب النهاردة بيحمل لكل واحد فينا خبر ايه الخبر ده؟ بيقول لي لو انت عايز تمتلق بالروح القدس الريح تهب حيث تشاء ينفع مناخ حياتك تغير لو انا عندي اي غرفة مغلقة فترة طويلة اول ما ادخل لها كلنا بنحس انه الريحة بتاعة القدس مالها الغرفة دي ريحتها مش احسن حاجة بنحتاج عشان نغير الريحة دي نعمل ايه؟ نفتح ابواب، نفتح شبابيك، نفتح حياتك ليه؟ لانه ممكن تكون انت حاطت نفسك في مناخ مليان بالخوف ممكن تكون انت حاطت نفسك في مناخ تقص حياتك مليان بالحزن ممكن يكون التقص بتاع حياتي المناخ بتاع حياتي مليان بالاكتئاب اليا كان مناخ حياته مليان بالاكتئاب اليا كان عنده اكتئاب عنيف بعدما موت انبياء البعلى ازابل بعثت له رسالة قالت له بكرة زي النهاردة هتموت زي الانبياء اللي انت موتتهم اليا خاف وهرب وراح مصر بالمناسبة راح مصر اليا وهو هناك الرب راح له راح له في صوت خفيف وهادي كده ريح قال له ايه؟ ملك هنا يا اليا فاكرين رد اليا كان ايه؟ ها مين فاكر قال له راح رد على الرب قال له يا رب انا مناخي حزن ويأس واكتئاب قال له قتلوا انبياءك وهدموا مذاباحك وبقيت انا واحد وهم يطلبون نفس مناخ حزن وكان الرب عايز يقول له يا اليا انا عندي مناخ تاني مختلف ليك انا عندي مناخ انا عندي حالة للحياة مختلفة ماريا وممارسة كان المناخ بتاع حياتهم حزن على ما تم على مصر اللي حصل ايه؟ ايه المناخ بتاعك يا ماريا وممارسة؟ لو كنت هاهنا فاكرين رب يقول لهم انا قال له بص يا رب من الاخر لو كنت هاهنا ايه اللي كان هيحصل؟ ما كانش يا اخوية مارسة ده مناخ مناخ حزن على ما حدث وكان الرب عايز يقول ليهم انا عندي مناخ تاني مختلف سؤال ليك ايه المناخ اللي في حياتك اللي انت قافل عليه؟ التلميذ في العلية بعد القيامة بعد الصلب والقيامة كنتش عارفين ان الرب قاوم من بين الاموات وكانوا قاعدين في العلية مالهم مين فاكر كان حالتهم ايه؟ المناخ بتاعهم رح الرب اقتحم المكان ده والابواب مغلقة وحمل ليهم مناخ مختلف اول كلمة الرب قالها للتلميذ ايه؟ مين فاكر؟ مناخ مناخ تاني طقس تاني سؤال ايه المناخ بتاعك؟ جاوب ليك طيب تعرف ان الرب بيقول لك النهاردة الريح تهب حيث وتشاء يحمل ليك ولي الرب النهاردة مناخ من الحياة مختلف امين تعالوا نرجع مع بعض الروح القدس هو؟ الروح القدس هو معزي الروح القدس هو؟ هو؟ الماء الروح القدس هو؟ الريح تعمل ايه؟ تغير ايه؟ تغير المناخ المية محتاجة لإيه؟ عشان المية تاخد قيمتها الماء يحتاج للقيمة لازم أكون عطشان، لو مش عطشان ما لهاش أي قيمة لو أنا مش عطشان ما لهاش قيمة طيب، رقم كام؟ رقم أربعة بسرعة الروح القدس هو زيت 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 باللبناني، زيت فاكرين الكتاب بيقول المسحة التي أخذتموها من القدوس مالها؟ سبت فيك وتعلمك الزيت أو الزيت عشان توصل الزيت كان ليه فيها بالكردي؟ لا، خلينا بس بالعربي عشان ده طيب الزيت كان ليه وظفتين مهمين في العهد القديم فاكرين؟ الزيت ده كانوا بيعملوا بإيه؟ يمسحوا بيه المين؟ الملوك ومين تاني؟ والأنبياء كويس الزيت كان ليه وسيء دور تاني كويس، حلو، ايه تاني؟ أكد لو أنا عندي سيارة يا ميزم للأنارة السيارة دي المطور لازم يبقى فيه إيه؟ لو أنا حشت الزيت ده من المطور، إيه اللي يحصل لها؟ ..يحسن… أدور كده، إيه اللي يحصل للمطور؟ الزيت هو وسيلة للتخصيص زيت وسيلة للتخصيص، يعني أول ما الزيت اتسكب على داود من قبل ساموئيل، أصبحت وظيفة داود متغيرت، إيه؟، كان أهي في الاول داود؟ راعي غنم لكن بعدما الزيت سكب عليه تحول داود من الراعي إلى ده ملك فالزيت وسيلة للفرز لكن كمان الزيت وسيلة للحماية من تآكل الأحداث في حياتي أو تآكل الآخرين لي أو أن الأحداث اللي حوالي تفضل تتحني يا جماعة الظروف اللي حوالينا طاحنة كل يوم الشغل وتحديات للحياة وظروف صعبة بنمر كل يوم بتحديات صعبة لو الزيت دا مش بيحميني من التآكل حياتي هتتضمر حتى وأنا مؤمن لو الزيت دا مش هيتحط على التروس بتاعتي المطور مليان تروس لو التروس دي مفيش فيها زيت هتبوز هتتاكل في مزمور 23 فكريم فيه آية محفوظة لنا ها يو برافو ها بتقول إيه الآية دي مساحتة بالدهر رأسي ايه تاني؟ كأسي؟ رأي بيقولوا إن الخلفية بتاعة الآية دي إن الخراف الخراف وهي ماشية مع الراعي في وقت من أوقات السنة وهم طلعين على الجبال بيبقى فيه في وقت من السنة كده بيبقى فيه زي حشرات الحشرات دي بتدخل من خار الخروف وتعمل فيه نوع من التآكل كده تخليه كده يعني مش على بعضه فيروح الخروف كده عند أي صخرة عند أي صخرة يفضل يخبط راسه ويخبط راسه لغاية ما لغاية ما يموت فطبعا الراعي الراعي عايز يحل الأزمة دي فكان يروح عند العطار العطار عارفينه؟ طيب يروح عامل زي توليفة زيت كده ويروح حاطة الزيت ده على جبهة أو على رأس الخروف كده فالخروف وهو طالع أول ما الحشرات دي تشتم رائحة الزيت ده عارفين إيه تعمل إيه تهرب فالخروف يعمل إيه يبقى يعني حاسس بإنه وانتصر أنا فرحان أنا الحشرات دي ما عملت ليش زي ما عملت لإخواتي ما عملت ليش فيقول إيه الخروف زي كل واحد فينا يقدر يقول الكلام ده في مضمور 23 بصوا كده تعالوا نقول الآية دي مع بعض في مضمور 23 لما بيقول إيه بيقول في عدد خمسة ترتب قدامي تعالوا نقول الآية دي مع بعض بصوت عالي ترتب قدامي مائدة انتجاه مضايقية مسحت بالدهن رأسي كأسي رية ينفع الروح القدس يملأ حياتك ياخد مكاني في حياتك فتفرز تتشال حياتك من الوضع أنا من الآن فصاعداً مش هنفع أكمل بالوضع ده من النهار ده مش هنفع حياتي تستمر بالوضع ده لأنه ده زيت لكن كمان لو أنت تعبان من ظروف الحياة لو أنت مطحون من اللي حواليك خل الروح القدس بالزيت بتاعه يحميك أمين؟ تعالوا نقول تاني للتشبيهات مع بعض واحد 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 اتنين ثلاثة أربعة خمسة كل سرعة الكتاب بيتكلم عن الروح القدس عشان الوقت مش تطلع آيات تاني الكتاب بيتكلم عن الروح القدس في أشعية أربعة عن أنه اسمه روح الإحراق ده تشبيه أو زي الروح القدس بيعايز يقول إيه أن الروح القدس زي النار فبيقول أن الروح الإحراق إذ نقر رب قزر بنات سهيون وكان الرب عايز يقول الروح القدس لأنه قدوس يعرف يطهر الحياة وسيلة للتطهير النار وسيلة للتطهير يا جماعة حياتنا بيتعلق بيها كل يوم خطايا وأفكار وميول واتجاهات في الحياة الخطئة أنا محتاج لنار الروح القدس تنقي حياتي تنقي حياتي عشان كده لما الكتاب بيتكلم على موضوع حتى المعمودية بيقول أنه الرب هيجي يعمد بالروح القدس و نار روح القدس فيه نار نار الروح القدس تطهر تطهر فيه حاجات في حياتنا محتاجة لنار الروح القدس فيه خطايا عالقة فينا مش هنعرف ما ننتصر عليها غير بالروح القدس عشان كده الكتاب بيشجعنا ان احنا بقبوليس بيقول يا جماعة الاحتياج لينا ان احنا نمتلئ والامتلاء مسئولية عليك اعطي مجال لروح الله في حياتك ان روح الاحراق ده يشتغل طيب واحد كانت معزي اتنين تلاتة احفظهم عشان اللي بيقولوا في النص ها 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 هسألهم في الآخر يعني في ناس انا شايفهم كده طيب رقم كام هنقولها مين اللي قاله اربعة يطلع لي كده عشان بس يعني احنا هنقول رقم احنا هنقول رقم ستة الجديدة يا اخت غدا الستة طيب رقم ستة الروح القدس هو ختم ختم انا ااسف ختم فاكرين الكتاب في افاسوس في افاسوس واحد يقول اه دمغة دمغة خاتم المهم فهمته كده بيقول اذا امنتم ختمتم بايه دمغة يبقى مالوه ولو احنا عندنا ختم اسمه ختم النسر لازم يكون رسمة النسر في الختم لو الختم ده او النسر ده جناحه مش باين الجناح بتاع النسر مش باين يخليك تعيد الختم تاني ليه لانه الختم مش باين يقولك الورقة دي مش عيد الختم سؤال انت بتعلن ملكية حياتك لمين انت بتعلن ملكية حياتك لمين الروحل القدس بيدور على كل واحد فينا وكانه عايز يقول ايه انا عندش طيق ليك انا عندش طيق وتذكرت في كزا مكان تاني في كرونس التانية واحد بيتكلم عن الروح القدس اللي اسمه بيقول عن الروح القدس انه اسمه عربون عارفين العربون او العربون اسمه ايه هو رعبون لا ده انتو الغلطانين مش انا فيها دي رعبون والله طب خلينا مع الكتاب اسمه عربون شوفوا احنا بنعلمكم العرب يا جماعة كنا بنكتب الدروس في الاسيس جهات كان بيصحح لنا الاخطاء الاملائية مبارح فكان شكلي محرج يعني كنت محرج جدا وانا مش عارف اكتب الهمزة فوق ولا الهمزة تحت فا اسمه عربون منصحح لكم الاخطاء الاملائية طيب الكتاب هو بيتكلم عن العربون عربون الروح انتو عارفين العربون اللي هو ايه دفعه مقدما من حاجه انت لسه طب انت تعتبر اشتريتها ولا ما اشتريتهاش انت حجست انت حجست يعني اشتريتها ولا ما اشتريتها اشتريتها بس لسه لم تمتلكها بعد لسه ما وصلتش لها هقول حتى بس محتاجة سن التركيز في أويات كتير في الكتاب بتتكلم عن حاجة اسمها هذا الظهر وفي أويات تاني بتتكلم عن حاجة اسمها الظهر الآتي هذا الظهر والظهر الآتي كل الآيات في الكتاب اللي بتتكلم عن هذا الظهر هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه تحط فيها أو تلاقي جنبيها كده حزن وضيق وألم لكن كل الآيات اللي بتتكلم عن الظهر الآتي تلاقيها كلها آيات بتتكلم عن الفرح والسماء والأبدية عربون الروح يعني يعني وإحنا هنا على الأرض النهاردة وإنتوا بتشوفوا الناس في المعمودية كم حد كان فرحان كل اللي كانوا حاضرين فرحانين عايز أقولك على حاجة الفرح ده عارفين ده عبارة عن إيه عبارة عن عربون للي هتمتلكه في الأبدية وكأن الرب عايز يقول إيه اللي انت بتتزوقه النهاردة اللي انت بتدوقه النهاردة اللي انت بتشوفه النهاردة ده بس تزوق كأنه حد بيعمل أكل كده فبييجي كده وهو الأكل على النار عايز يعمل إيه للأكل يدوق الأكل يتزوقه لسه مكلش إحنا بندوق إحنا بندوق الفرح في الاجتماع إحنا بندوق التعزية في الاجتماع احنا بندوق شركة المؤمنين في الاجتماع احنا بندوق ان احنا نكون مع بعض كل حين احنا بنتزوق كل ما يربطنا بالابدي الروح القدس بيقولك ايه ارتبط بيا لاننا ينفع وانت في هذا الظهر وانت في هذا الظهر ترتبط بيا وتدخل معايا الظهر الاتي وانت موجود في هذا الظهر عارفين حتى تعريف الحياة الابدية ايه هي الحياة الابدية يا جماعة ما هي الحياة الابدية الحياة الابدية هي ايوة الحال الأبدية هي حياة الله فالمسيح بيقول وهذه هي الحال الأبدية أن يعرفوك أنت يعني وانا هنا على الأرض ينفع يكون عندي الحال الأبدية عربون لسه ما امتلكتهاش بالكامل بس ده عربون أكتر حاجة الناس بتخاف منها أكتر شيء مرعب للناس هو هو الموت لينا عربون حتى في حتة الموت في موضوع الموت هقول لحضراتكم حاجة في مصر اللي بيسافروا ما بين المحافظات أكتر وسيلة مواصلات مستخدمة هو القطار الترين لما تركب القطر تلاقي واحد داخل كده بمجموعة كتب يمكن الناس المصريين اللي هنا عارفين القصة أول ما يدخل يروح عامل ايه يوزع 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 في مجموعة كتب كده دينية أكتر كتاب مشهور في البيع أيوة برافو عليك يا دكتور برافو عليك نجح أكتر كتاب مشهور كتاب اسمه عذاب القبر الناس بتخاف من الموت فأنا في مرة من المرات كده زي جالي فضول كده ان انا عايز ايه طب هالله هيحصل يعني فارحت اشتريت الكتاب ده وقريته لقيت ايه يعني لقيت كلام عذاب القبر لقيت حاجة اسمها السعبان ولقيت احنا عايزين نفرح بالروح يا لقيت حاجات غريبة جدا عذاب القبر ناكر ونكير والصعبان الأقرع فعلا يا جماعة الموت مرعب لأن الناس كلها مرعوبة من قصة الموت الناس كلها خايفة من قصة الموت الكتاب بيتكلم في قرونسصل الله a 15 عشان الوقت الكتاب بيتكلم في قرونسصل الله Silicon 15 عن ان المسيح الكتاب يسميه حتى اسمه باكورة うわكورة ايه عارفين يعني باكورة الرقدين بولس كان شاطر شاطر في الكتاب فاهم كلمة الله باكورة الرقدين يعني في الوقت اللي كان فيه بوليس بيكتب عن أن المسيح بكورة الرقدين في القيامة من الأموات كان في زهن عيد في العهد القديم ركزوا معاهي في الحتة دي أخيرة مهمة كان في زهن بوليس عيد في العهد القديم اسمه عيد البكورة عيد البكورة ده كان كل مزارع كل واحد من الشعب مزارع أول حزمة من المحصول يخدها ويروح بيها يروح بالحزمة دي للكاهن فالكاهن ياخد الحزمة دي والكتاب يقول إيه يرددها ترديداً أمام الرب يرفعها كده وكأنه الكاهن عايز يقول كأنه الكاهن عايز يقول يا رب يا رب خلي باقي المحصول يبقى نفس إيه بنفس قوة البكورة بنفس قوة الحزمة دي بنفس القوة بتاعة الحزمة دي بوليس خد الصورة دي وقالبصوا اوعى تخاف من الموت ليه؟ ليه يا بوليس؟ ما خافش من الموت ليه؟ لأن المسيح هو بكورة الرقدين يعني إيه بكورة الرقدين؟ يعني ما تم ركزوا معي معي ما تم في يسوع المسيح هو هو اللي هيحصل فيك الموت مخيف مرعب بس اللي حصل في المسيح عشان كده مرة بوليس في رسالة تميساوس يقول إيه؟ يقول يا جماعة اللي خايفين من الموت الروح القدس فيك فالكتاب يقول عن إن المسيح عمل إيه؟ ميسك كشاف مش أقرع وناكر ونكير لا ميسك كشاف فالكتاب يقول إيه؟ أنارى لنا مين فكر الآن دي؟ أنارى لنا المسيح المسيح هو اللي عمل كده يا جماعة يالي خايف ليك عربون الروح يعني إيه؟ يعني ليك وانت هنا على الأرض تختبر كل ما هو أبدي وإحنا هنا على الأرض نختبر كل ما هو مشجع ليه؟ لأنه حتى الموت اللي مرعب للناس ومخيف للناس المسيح مسك كشاف بطارية كبيرة أنارى لنا الحياة والخلود بمعرفته فما تم في يسوع المسيح اللي حصل في المسيح المسيح دخل للموت فأعمال الاتنين الكتاب يقول لم يكن للموت ممكن أن يمسكوا الموت ما ممسكش المسيح اللي حصل في المسيح هيحصل فيك لنا أن نختبر يا جماعة لنا أن نختبر عربون الروح وإحنا هنا على الأرض وإحنا هنا على الأرض عشان كده الرب بيشجعنا وبيسألنا أنت عندك استعداد تمتلق بالروح القدس تطلب تصرخ الروح القدس هو ميا ملهاش أي طعم أو تأثير إن لم تطلب الروح القدس هو ريح يقتحم حياتك اللي مليانة بالخوف يا جماعة في خوف في خوف اطلع من يومين المؤتمر دولة وإحنا مليانين وفرحانين بالرب إنه كل مناخ بالخوف الرب يعرف يغيره بس امتلق بالروح كل مناخ للحزن الرب يعرف يغيره بس امتلق بالروح كل مناخ من الاكتئاب كل مناخ من إنه بكرة مظلم يا جماعة لو حد فينا شاف أنه بكرة مظلم خلي بالك المسيح أنا رأى لنا الحياة والخلود في عربون للروح الروح القدس الزيت يحميك من كل تآكل يحميك من كل تآكل أنت عطشان؟ أنت عايز؟ لو إحنا عايزين ككنيسة لو إحنا عطشانين ككنيسة المسيح قال إن عطش أحد ما أمرناش عشان كده كل المؤمنين يسكن فيهم لكن كل المؤمنين مش ممتلئين إن عطش أحد إلا عطشان فحضرتك ويقف معايا ونصلي الدقائق اللي جادي مع بعض عطشانين ليك يا رب عطشانين ليك عطشانين ليك تعال اقتحننا يا روح الله أوصل لنا يا روح الله أوصل لحياتنا يا رب سمعنا من العالم كل ما هو محزن سمعنا كسرون يقلون كسرون يقلون سمعنا عن الحزن والألم من الناس لكن بنصليها مع داود يا رب سمعنا صوت داخلي قل لنفسي خلاصك أنا سمعنا يا رب أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام صحقتها كل حزن يا رب كل حزن رمال عدو على حياتي كل ضيق يا رب اقتحن بيه العدو حياتي كل مناخ يا رب كل ضيق يا رب كل أسر يا رب كل فكر مقيد بأحزان وأحمال يا رب النهار دا هنفرح بيك لأنه الريح تهب حيث وتشاء تعلم بأحزان stack ترجمة نانسي قنقر